موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع حصاد الأسبوع برنامج نتناول من خلاله أهم الأحداث الوطنية والإغليمية والدولية أهلا بكم شارك فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمرقيل في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني ببلدان الأقل نموا والذي نعقد في العاصمة القطرية الدوحة نتابع التفاصيل مع زميل خدر علم شارك فخامة رئيس الجمهورية أسيد اسماعيل عمرقيل يوم الأحد الماضي في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبدان الأقل نموا والذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار وشارك في المؤتمر ستة آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والديبلوماسيين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثل المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية وصعى هذا المؤتمر إلى بحث صوى لمساعدة الدول الأقل نموا حول العالم وهجت استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها في مشاريع تحددها تلك الدول والتي تعتبر أكثر الحاحن ويعقد المؤتمر المعني ب46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات لكنه أجل مرتين منذ آم 2021 بسبب جائحة كورونا وشكلت هذه القمة إلى جانب اعتماد خطط عمل عشرية تهدف إلى مساعدة عقل البلدان نموا على اقتصاب الأصص الضرورية للتنمية المستدامة شكلت منبر متميزا للدعوة إلى التزام أكبر من جانب الدول المتقدمة لصالح التنمية الاقتصادية لعقل البلدان نموا كما دعا مؤتمر القمة إلى تقصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20% من الداخل القومي الإجمالي للمساعدة التنموية الرسمية من البلدان المتقدمة فالضل عن بذل جهود دولية لمنع التهرب الضريب والتدفقات المالية غير المشروعة مؤتمر القمة أفضى أيضا إلى تنفيذ استثمارات أكبر من جانب البلدان المتقدمة في القطاعات المستدامة في أقل البلدان نموا ولسيما في الزراعة خاصة وأن القارة السمراء تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة التقى في قامة رئيس الجمهورية أسيس معلوم القل على هامش مؤتمر الأمم المتعدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا بأمير دولة قطر الشقيقة حضرتها صاحب السمو الشيق تميم من حمد أعلى ثاني وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة والتعاون بين البلدين وشعبيهم الشقيقين والمستجدات ذات الصلة بالتطور الشراكات القائمة بين الطرفين في القطاعات الإنمائية كما التقى في قامة رئيس الجمهورية أسيس معلوم القل على هامش قيمة المؤتمر الخامس للأمم المتعدة المعني بالبلدان الأقل نموا التقى بنائب رئيس الجمهورية اليمانية أسيد عثمان حسين مقلي وشكل اللقاء بين القل ونائب رئيس اليماني فرصة لمناقشة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين والذين التلقيط هما علاقات تاريخية وثقافية وجغرافية كما تمحورت المحادثات حول تطورات الوضع السياسي في اليمن والمنطقة شارك في هذا اللقاء معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة أسيد محمود علي يوسف وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناع أسيد ياسموس الدوالي وصفير جيبوتي في الولايات المتحدة الأمريكية والمنظوم الدائم لدى الأمم المتحدة سيد محمد سيد علي رعى رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيلة يوم أمس الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامنة من شهر مارس في كل عام نتابع المزيد مع زميلة حسنة عبدو يحياة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيلة أحيت وزارة المرأة والأسرة اليوم الأربعاء يوم الوطني للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام حيث تم إحياء هذه المناسبة باحتفالية نظمتها الوزارة في مقار الاتحاد الوطني تحت شعار من أجل عالم رقمي شامل وابتكار وتكنولوجيا لموساوات الجنسين وحظي رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيلة برفقة سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي سيدة خضران محمود حيد باستقبال حار حفاوة بالغة من قبل رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد ووزيرة المرأة والأسرة السيدة مون عثمان آدم والأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي سيدة فاطمة ولقد قمحاها والكستويقا عن تسارا لي هي المبنناء رب تجالا وتخدم الوطن بحبا صادقا هم نساء قوياني سجيبوتي هم نساء قوياني سجيبوتي كما جرت هذه المناسبة بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار آخرين بالإضافة إلى سفراء الدول الشقيقة والصادقة ومثلي للمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من رجال وسيدات الأعمال وتخلل الحفل أغاني ورقصات شعبية ومسرحيات تجسد تطورات الملحوظة التي شهدتها جيبوتي في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كما شكل هذا الحدث فرصة لزيادة الوعي بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والجدير بالذكر أن الجيبوتي تشارك بشكل كامل في هذا الاحتفال الذي يهدف إلى النضال من أجل حقوق المرأة وتسلط الضوء على مكانة المرأة في أمتنا وحرصت بلادنا أيضا على تعزيز البروميك في مجال الصحة من خلال توعية النساء بحقهن في الحصول على الخدمة الصحية وفوائد التخطيط الأسر بشأن الأمهات والأطفال انتخبت الجمعية الوطنية سيد ديليتا محمد ديليتا رئيسا جديدا للبرلمان في الجلسة الافتتاحية والتي انعقدت يوم الأحد الماضي نتابع المزيد عقد اللواب الجمعية الوطنية المنتخبون في الانتخابات التشريعية التي شهدت البلاد في الرابع العشرين من شهر فبراير المنصر يوم الأحد أول اجتماع لهم لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية في الدولة التشريعية التاسعة للجمعية الوطنية للسنوات الخمسة المقبلة وترأس هذه الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد النائب حسن روبلعلي باعتباره عميد البرلمانيين الحاضرين في الاجتماع وانعقدت الجلسة بحضور 57 نائبا عن الاتحاد من أجل الأقلبية الرئاسية وثمانية نواب من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة المعارضة وإن هذه الدولة التشريعية تعتبر حدثا حاما يشكل مواصلة موفقة لترجمة التمثيل النسبي على أرض الواقع للمرة الثالثة في تاريخ بلادنا وذلك من قلال جلوس نواب من تيارات مختلفة ما من شأنه أن يصب في خدمة المصلحة العليا للشعب وقد انتقب النواب الحاضرون في الاجتماع عن نائب ديليتة محمد ديليتة رئيسا الجمعية الوطنية في الدولة التشريعية التاسعة كما تم انتخاب سيدة صفية علم جبريل النائب الأول لرئيس مجلس النواب وسيد أمر أحمد وعيس النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية كما تم اختيار النائب إبراهيم أحمد عبده مسؤولا عن الموارد البشرية والمالية لدى الجمعية الوطنية والنائب سليمان طاهر بلا أمين مكتب رئيس الجمعية الوطنية وتجدل الإشارة إلى أن التحديات التي تنتظر هذا المجلس التشريعي الجديد عديدة لدفع البلاد إلى الأمام عن طريق التنمية وبناء مصير مشترك مع التطول للشعب الجبوتي انطلقت يوم الأحد الماضي بمقر خفر سواحل الجبوتية التمارين البحرية الدولية والتي تعرف باسم كتلس إكسبرس شهد مقر قيادة خفر السواحل الجبوتي حفل الإطلاق الرسمي لتمرين كتلس إسبرس في دورته العام 2023 ويقام هذا التمرين بصورة سنوية تحت إشراف قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا المعروفة بأفريكوم في آن واحد في كل من جبوتي وكينيا وجزر السيشل بمشاركة القوات البحرية وخفر السواحل دول المنطقة بالإضافة للشركاء الدوليين ويهدف التمرين المبكور إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة القرصنة البحرية والإرهاب البحري فالله عن الأنشطة غير المشروعات الأخرى التي تشكد تهديدا للأمن والسلامة البحرية في المحيط الهندي وقليج عدن ومضيق باب المندب وجل الحفل الختامي لدولة عام 2023 بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العام للقوات المصلحة وقايد خفل السواحل الجوة العقيد وعيس عمر بقر وقايد البحرية الوطنية وشدد طابد الأمريكي في مداخلة قصيرة في حفل إطلاق التمارين على الأهمية الملنوسة لهذه المناورات السنوية لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المشاركة وتزويدها بالمزيد من المهارات والخبرات التي تمكنها من الإطلاع بدورها لضمان سلامة الملاحة البحرية أطلقت الجزائر استثمار 25 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر أعلن المدير العام للدراسات الاقتصادية وتنبؤات بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ميلود أن الجزائر تخطط لاستثمار 20 إلى 25 مليار دولار أمريكي في إنتاج الهيدروجين الأخضر وأوضح المدير العام للدراسات الاقتصادية بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من أجل توفير حلول طاقوية تكميلية وكشف أيضا الحكومة تخطط لزيادة طاقتها الشمسية المركبة ب30 مرة إلى 15 ألف ميجاوات في عام 2035 من 500 ميجاوات فقط حاليا وقع شركة سونتراك الجزائرية العملاقة للهيدروكوروبونات اتفاقية في ديسمبر عام 2032 مع مجموعة الطاقة الألمانية لبناء مصانع خضراء للهيدروجين والأمونيوم في الجزائر بناء على الإمكانات الهائلة للبلاد في مجال الطاقة المتجددة وتعد جزائر أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة تتمطع الجزائر بما يتراوح بين 2003 ألاف ساعة من أشعة الشمس سنويا في صحرائها والتي تقطي 80% من مساحة البلاد والتي تعد درجة حرارة سطحها الأعلى في العالم وصلت القوات البرندية من مجموعة شرق إفريقيا إلى منطقة غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية نتابع وصلت نحو 30 أسكريا برنديا إلى غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار نشر قوة إقليمية بهدف وضع حد لعمال الأنف وسيعمل هؤلاء العسكريون ضمن القوات الإقليمية التي شكلتها دول مجموعة شرق إفريقيا لمحاولة وقف التقدم المتمرد حركة 23 من مارس والدهر نحو 100 من الجماعات المسلحة الناشطة في شرق البلاد وقال نيبو قايد القوات الإقليمية إن عديد المجموعة البرندية التي ستنشر في شمال كيفو سيصلون إلى 100 عنصر بدونه قال المتحدث باسم القوة الميغور الكيني إن طلاع العسكريين البرنديين وصلوا من بوجنبورة عاصمة برنديا على مطل طائرة تابعة للجيش الكينية دوليا أدانت ست دول أوروبيات العنف الإجرامي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين المدنيين عربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت الدول ستة في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع تدوينات القصيرة تويتر السبت إدانتها بشدة للعنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات معربة عن الحزن إزاء كل الخسائر في الأرواح وأفدت الدول بأنه لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء إلا وقوع المزيد من العنف ويجب أن يواجه المسؤولون عن ذلك المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية ويجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد سلامة والتحرض على العنف وأوضح البيان أنه كانت هناك شرارة من الأمل قادمة من الاجتماع الأخير في العقبة حيث أكد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزامات المتبدلة بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف التصعيد والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم تفقت الأمم المتحدة على المعاهدة الأولى المعنية بحماية التنوع البولوجي على أعالي البحار بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار اتفقت الدول والعضاء في الأمم المتحدة السبت على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه التي تشكل كنزاً هشاً وحيوياً ويقطي حوالي نصف كوكا بالأرض وعلنت رئيسة المؤتمر في مقر المؤمن المتحدة في نيويورك التواصل إلى اتفاق وقالت وصلت تصفيق المندوبين في فطرة طويلة الصفينة تواصلت إلى الشاطئ وتعتبر معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30% من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030 كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقعها في مونتريلا في كانون الأول وقالت لورا ميلر من منظمة السلام الأخطر هذا يوم تاريخي يجب حفظه وإشارة إلى أنه في عالم منقسم يمكن أن تنتصر حماية الطبيعة والناس على الأوضاع الجيوسياسية وتبدو عالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على بعد 200 ميل بحري حدا أقصى عن الساحل وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول بهذا الحدث أعزاء المشاهدين قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وحتى نلتقي في حلقة جديدة نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله